سعر هذا المبرد حوالي 60 دولار ورغم ذلك توجد مبردات أرخص وتقدم أداء أقوى وحتى من حيث الشكل لا يعتبر أجمل ولا حتى أفضل مبرد لكن يوجد شيء مميز في هذا المبرد يخليه واحد من أفضل الحلول الموجودة على الإطلاق وهو الارتفاع الممتاز جدا حرفيا ارتفاع هذا الشيء 6 سنتيمتر فقط هذا الأمر يجعل منه أفضل خيار للتجميعات الصغيرة أمر ممتاز جدا لكن ماذا عن أداء المبرد هل يمكن أن يتحمل معالجات حارة نسبيا أم لا وقبل الخوف التفاصيل موقع SDK يقدم مفاتيح للألعاب والبرامج مثل أوفيس وويندوز سعر ويندوز 11.31 دولار لكن إذا استخدمت كود الخصم SKME تحصل على تخفيض بنسبة 25% وسيصبح السعر 23 دولار قم بتأكيد الطلب حدد طريقة الدفع المناسبة بالنسبة لك بعدها يوصلك كود لصفحتك الرئيسية اذهب إلى علامة ويندوز اختار خانة الإعدادات التحديث والأمان تغيير مفتاح ويندوز إلسق الكود في المكان المناسب ومبروك يا بطل حصلت على ويندوز مفاعل مدى الحياة وليس هذا فحسب يمكن استخدام كود الخصم SKME لشراء جميع المنتجات المكتبية مثل أوفيس تجدون كل الروابط في صندوق الوصف وصل المبرد بهذا الشكل كل عادة علبة راقية من نقطوع أول شيء معنا علبة الإكسسوارات الجميل أن هذا التصميم ثابت في كل مبرداتهم بالنسبة لي أعتبر أنه تصميم منظم وراقي جدا وأكيد أنه يحتوي على كل معدات والإكسسوارات اللازمة للتركيب وهذا شكل المبرد رغم أنه صغير لكن يأتي بوزن ثقيل نسبيا حوالي 400 جرام عخامات تصنيع ممتازة لدينا 50 شفرة معدنية وهذا جيد جدا لتشتيت الحرارة مع قاعدة نحاسية لكن مطلية بالنيكل الجميل فيها أن حجمها كبير نسبيا وقد يتساءل بعض عن فائدة وجود النيكل في قواعد المبردات بدلا من وجود القواعد النحاسية مباشرة الفكرة في الأمر أن النيكل يقاوم تآكل المعدن في حال ما استخدمت ليكويد ميتل وأيضا لدينا أربع أنبيب حرارية أو هيت بايب اثنين في اليمين مع اثنين في اليسار الجيد أنهم ممتدين بشكل قوس وذلك لتشتيت الحرارة بأفضل قدر ممكن أما المروحة طبيعي أنها من نوكتوى وهذا يعني أنك تستخدم واحد من أفضل برندات أو الماركات لدينا مروحة بحجم 90 ميليمتر وزودة بتسع شفرات تأتي بسرعة قصوى تصل إلى غاية 2500 ربي أم مع حوالي 23.6 دي بي عند أقصى ضغط لكن إذا تبحث عن المزيد من الهدوء فقط استخدم هذا الأدابتور صحيح سيخفض السرعات قليلا لكن سنحصل على نويز أو ضجيج أقل جربت المبرد على جهاز التجارب الخاصبي وأيضا كل الاختبارات كانت على معالج حار نسبيا 3700X من فئة رايزن 7 المعالج هذا مش الأقوى في العالم ولا الأكثر حرارة لكن إذا استطاع المبرد السيطرة على معالج مثل هذا فإني أعتبر أنه سيكون أمر رائح وأيضا لكي أعطيكم فكرة أكثر قارنت أداء المبرد بمبرد سباير من AMD لكن قبل ذلك كل تجارب كانت في درجة حرارة ملتهبة جدا والأسوأ أن غرفة تصوير كانت بدون تكييف في وضع الخمول أو الآيدل حقق مبرد سباير 54 درجة أما النوكتوا 65 أعطى نتيجة أفضل وعده 50 درجة مش فرق كبير لكن يعتبر فرق ملحوظ نوعا ما أما في الألعاب صراحة الفرق كان واضح وملحوظ جدا في مبرد سباير اقتربنا من 80 درجة لكنها كانت مستقرة عند 78 درجة النوكتوا 65 كان لديه رأي مختلف تماما أداء واضح وملحوظ جدا 71 درجة فرق 7 درجات بالنسبة للمبردات لا يستهان به أبدا وأخيرا سينا بنش R23 عند 90 واط وصلت الحرارة في مبرد سباير إلى 95 درجة أي أقصى درجة وبالكاد كان قادر على إنهاء الاختبار والأسوأ أن مستويات الضجيج أو نويز وصلت إلى غاية 44 دي بي أما النوكتوا 65 حقق 88 درجة مش رقم جيد لكن بالنسبة لحجمه ولصرف الطاقة ولدرجة الحرارة في الغرفة أعتبر أنه رقم جيد ومقبول بالنسبة للظروف المحيطة وحتى صوت المبرد كان منخفض وممتاز جدا حوالي 24 دي بي حسنا رغم كل ذلك لا يعد هذا الاختبار دقيق بأي شكل من الأشكال لأن هذا المبرد مصمم لغرض آخر تماما وتحديدا مصمم لكي يكون مبرد صغير الارتفاع لكي يتناسب مع الكيسات الصغيرة وعلى فكرة انتظروا قريبا مقطع لتجميع الترا قزمة ومن باب الإنصاف هذا بنشمارك آخر لكن هذه المرة كل الخصوم مبردات صغيرة جدا أولا ال NHL9A ارتفاع هذا المبرد حوالي 37 مليمتر فقط أي حوالي 3.5 سنتيمتر هذا المبرد يعتبر واحد من أصغر المبردات من حيث الارتفاع على الإطلاق إذا مهتمين اكتب لي في التعليقات وسأنزل أحلى مقطع عن هذا المبرد أما المنافس الثاني شرس نسبيا NHL12S مبرد غريب من ناحية الشكل لكن عملي جدا ارتفاعه 7 سنتيمتر أي حوالي 70 مليمتر أكثر قليلا من ضيف اليوم لم أقارن بنفسي هذه المبردات ضد بعض لأني لا أملك بعضها Cinebench R23 والبداية بمبرد Spire 79 درجة وقد يتسأل بعض كيف حقق قبل قليل 95 درجة بينما حقق الآن 79 درجة الجواب يا صديقي يكمن في درجة حرارة الغرفة فإذا كان الاختبار في فصل الشتاء أو إذا كانت الغرفة مقيفة بشكل جيد أكيد ستحصل على أداء أفضل بكثير والعكس صحيح لذلك من غير المنطقي أبدا أن تحكم على أداء مبرد دون أن تقارنوا ببعض المبردات الأخرى NHL9A أصغر مبرد في القائمة حقق 77 درجة فعلا أداء جبار جدا بالمقارنة بحجم المبرد ضيف اليوم NHL9X65 حقق نتيجة أفضل بكثير حوالي 73 درجة وأخيرا NHL12S حقق أفضل نتيجة حوالي 69 درجة حسنا يعد مبرد سباير أعلى مبرد من حيث الارتفاع لكن للأسف حقق أضعف نتيجة صحيح أن مبرد 12S قدم أفضل نتيجة لكن يأتي بمروحة أكبر وأيضا فيه ضجيج أكثر فأفضل خيار بالنسبة لهذا الوضع هو مبرد NHL9X65 حسنا هل أنصح بهذا المبرد أم لا في الواقع نعم لكن في بعض الحالات فقط فمثلا إذا ناوي تبني تجميع صغيرة وهادئة وتبحث عن مبرد قوي ويعتمد عليه هذا المبرد سيكون خيار ممتاز جدا بالنسبة لك وأيضا الجيد في هذا المبرد أنه متوافق مع كل منصات اللي ممكن تخيلها AM4, AM5, LGI 1851 المستقبلية LGI 1700 وغيرها من منصات Intel يعني يتوافق مع أي مبرد يخطر على بالك عفوا أي منصة مش أي مبرد إذا عجبكم المقطع أعضونا لايك واشتراك كان معكم صديق ومفتاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته